طيب خلوني أرجع مرة تانية إلى مصر وفي إنجاز لم يتحقق من 26 سنة اتأهل منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة لمونديال كاس العالم واللي هيقام إن شاء الله في دبي الإمارات العربية المتحدة السنة دي 2022 هذا الإنجاز لم يتحقق من 26 سنة لمنتخبنا بعد الفوز بلقب البطولة الإفريقية والتي أقيمت بإثيوبيا الفوز ده جماعة بعد ما فوزنا على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة النهائية كانت النتيجة 60 مصر 58 جنوب إفريقيا تقديم أداء شديد القوة والبراعة والروعة من قبل المنتخب المصري معنا على التليفون كابتن عادل شريف رئيس بعثت منتخب مصر لكرة السلة للكرسي المتحركة ألف 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 دي شليون مبروك يا كابتن شكرين يا أستاذ يوسف يعني أنا بشكرك وبشكر جمهورك الكبير وساعدتك طبعا دايما نسباق ده واجبنا وعلى رسم إزهار ربنا يخليك إحنا بنهدي للكأس البطولة لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبنيديها للشعب المصري كله وبنيديها وبنيديها لكل مخلص زي السيد يوسف العفو فا يا دين النبي على الخط اللي قطع على كل أنا بس عايز يعني إحنا بنهني الفريق بتاعنا والفرقة بتاعتنا وبعستنا اللي راح تلعبت في إثيوبيا تهنئة حقيقية عايزين كمان نضم في التهنئة بتاعتنا كابتن محمد رشاد وكابتن محمد فرج وكابتن الحسن ياسر صدقي ونعرف أنهم قاعدين جنب كابتن عادل شريف على حسب منا يعني متوقع وأظن وأستجلي قدر الإمكان يعني فعايزين بس نقول لهم كلهم حقيقي ألف مليون مبروك وكلام كابتن عادل شريف الحقيقة ومجملته لينا يعني على رأسنا من فوق شبكة وحشة جدا أتمنى كابتن عادل يعني إذا كنت شايفنا دلوقتي عبر الشاشة فنستأذنك إنه تنورنا أو تنورونا قدر المستطاع على قد ما يسعى الستوديو إحنا نتشرف تنورونا في البرنامج هنبقى سعدة جدا ومتشرفين وفخورين بيكم جدا وزي ما بتتأهلوا للمونديال بإذن الله إن شاء الله وتطلعوا دبي بإذن الله هترجعونا بشوية ميداليات أنا متأكد إنكم هتتصدروا بإذن ربنا سبحانه وتعالى